اشتركوا في القناة 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 لماذا؟ أصل لولا دي على ما كنتش أعرف الرب كويس إن حصل كذا لكن ليس هي النعمة، النعمة ليست الأمور السلبية النعمة هي الأمور الإلهية العطاية الصالحة فقط زي ما شرحت قبل كده في عقوب واحد عشان كده المرة فاتكلمت في رمية خمسة نفتحها مع بعض وعدد 12 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت أفتكر معي الفريقين الخطيئة والموت والفريق الثاني النعمة والبر والحياة النموذ كان بدايات النعمة أو قطعة من النعمة اللي هي مكنتش كل النعمة الإلهية أعطيت للأرض عشان تنقذ البشرية في الوقت ده اكتمال النعمة، النعمة كاملة أعطيت في يسوع المسيح فهنا كتاب يوضح من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا الموت قعد يكتاز ويسود إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع فإنه حتى أن أتى النموذ إلى أن أتى النموذ كانت الخطيئة في العالم أما رفا تكلمت أنه إزاي تتكلم بالصورة دي بوريس أنت مش فاهم الخطيئة مستمرة في الأرض هو بيتكلم أنه طالما الحل جه، النموذ جه في الأرض الخطيئة لم تعد موجودة في العرف الإلهي كل هذا ويبدو كأنه أمور غير معقولة غريبة يعني ما الخطيئة؟ اختفت من الأرض؟ لا، ليس معنا أنها اختفت من الأرض لكن يوجد مفعول مضاد يوجد قوة شغالة كانت الخطيئة في العالم على أن الخطيئة لا تحسب من غير ما يكون فيه نموذ لكي نستطيع أن نقول هذا غلط من غير ما يكون فيه قانون لحد الدول وكما قلت المرة لفاة النموذ يبدو النموذ كأنه في صف الخطيئة لا، هو مظهر الخطيئة لكنه ليس في صف الخطيئة ولا هو وحش ولكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى أيضاً يتكلم كلام يبدو غير معقول الموت قاعد يسود على الناس من آدم يعني من أول ما سقط آدم إلى أن أتى النموذ على قدين موسى أيضاً نرجع ونقول الموت شغال في الأرض كيف؟ وأنت تقول دلوقتي أن الموت وقف عند موسى هذا يؤكد أن هناك شيء محتاجين أن نفهمها أكثر وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال القاتل يقول ربي يسوع شرحتها بكذا لكي لا تحفظ على ربي لكن ليس كالخطيئة هكذا أيضاً الهبة لأنه إن كان بخطيئة واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيراً جداً جداً نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين تأثيراً وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدنيمة أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير الجمل شرحتها بكذا لكي لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيراً الذين ينلون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح بوليس يستخدم عدم يعرف بأل عطية البر عطية البر السابتة على كل طالما هي معرفة بأل يبقى إذن يحكي عن حاجة معروفة لكن يأتي عندها عطية البر غير معرفة بأل متكلم على اللغة اليونانية معنى كده إن فيه فيض من النعمة شلالات من النعمة مستمرة للبشر أول ما الإنسان يقبل يسوع يصير من الناس المرشحين إنهم يستقبلوا من النعمة هو مقيم فيها كما في بداية الأصحاب يقول النعمة التي نحن فيها مقيمون لكن ليس كل الناس تستقبل فبيقول الناس اللي هتستقبل فيض النعمة الناس اللي هتكون بتفهم البر لأن البر لا يزيد البر لطبيعة النعمة هي الشلال الإلهي لأعمال يدي دول اللي يتصفوا بالحاكتين دولة يملكون في الحياة بالمسيح بالواحد يسوع المسيح فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس زي آدم الأول أثر على البعضي لدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس للتبرير للتبرير الحياة زي ما شرحت المرة اللي خاتت التبرير الذي يؤدي إلى الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون الخطاء زي ما آدم بالمعصيون بتاعه خلل لوراء كلهم خطاء لماذا نصدقش أنه برضو آدم الأخير رب يسوع يعني فكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا وزي ما قلت الساة مش معناها لسه هتحصل بيتكلم بلغة المحايد زي ما أنت مصدق دي صدق دي وأما نموس فدخل شرحت المرة فات كلمة دخل جاء معناها قعد يتتبع ويصاحب الشخص بهدف وبأجندة عنده خطة داخل بيها علشان يسعى إلى أعطاء شيء معين مش داخل صدفة النموس كيان إلهي هو قطع من الله رغم أنها كانت جزء من أجزاء الله هي مبارا عن زاوية من زاوية هذا الإلهية كاشفها للخطأ لكن ما كانتش بتضع الحل لأن كان الإنسان الحل بتاعه أن يتولد ملتين يقول أن نموس دخل أو وصل أو دخل صاحب الإنسان إلى أن أعطاه أجندة وأعطاه فكره علشان تظهر الخطيئة أنها وحشة مش كويسة ولكن حيث ظهرت وحشة الخطيئة ظهرت روعة النعمة جدا 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 في بعض الترجمات جايبها النتيجة زي ما الخطيئة هذه النتيجة هذه المفروض الحصيرة التي وصلنا لها زي ما الخطيئة ملكة في الموت هكذا تملك النعمة بالبر تؤدي إلى الحياة الأبدية أو الحياة التي لا يمكن أن تفنع أو تتحطم بيسوع المسيح ربنا الخطيئة ملكة وأعبرت عن هذه عن هذا الملك عبر الموت ما هو أظهر الخطيئة الخطيئة محدش قادم يمسكها لكن أظهرت شخصيتها عبر الموت فملكت من خلال الموت هكذا النعمة تملك من خلال البر وبالبر مستخدمة البر فبيقول الخطيئة ملكة في الموت لأن الخطيئة والموت عبر عن جوا بعض لكن البر والنعمة ليه بيفصلهم عن بعض لأن في حاجة أشرحها حالا أن النعمة غير البر النعمة هي العطاية الإلهية وزي ما قلت أباكا التعريف كنا كثيرا بنسمعها النعمة هي حاجة مجانية لشخص لا يستحق لأن هذا الفكر الذي عيشنا كثيرا سنين عليه أنه محا خطايا شال خطايا وطول الوقت التفكير في هذه الحتة قاعدنا نعيد بما صنع الرب وهذا شيء رائع جدا رب صنع أنه شال الخطايا لكن ماذا بعد أنه شال الخطايا المؤمنين الذين سمعوا هذا التعليم وقعدوا سنين وقفين عند نفس الحتة طول الوقت يرون أن الخطايا تشالت وتذكرة السماء مضمونة ورايح السماء وخلاص على كده لكن هناك شيء آخر أريد أن نتحرك لها وهي البرج البرج فبيقول تملك النعمة عن طريق البرج بيستخدم به في حين بيقول ملكة الخطايا في الموت الموت كان شغال على إبليس مفعول الموت شغل على إبليس وإبليس دخل عشكية بيسميه شوكة الموت أين شوكتك فبيتكلم عنه مثل الأرصة العقربة مثل شيء يخرم شيء ويبث السم هذا ما عمله إبليس في كونسولة 15 يتكلم عنها بهذه الصورة يقول ملكة الخطيئة وسادة الخطيئة جوه الموت كانت تحرك جوه كيان الموت جوه النظام الشيطاني إن إبليس لم يدى شيء زياد هو ميت فمعطي الطبيعة لكن هذا هو يحصل بصورة تلقائية لكن الحتة الثانية وهذه المهمة إن النعمة تسود على تملك عن طريق البر أو باستعمال البر بمعنى النعمة ليست تعمل لوحدها من غير تفهم البر لأن كلمة بي تختلف عن في الخطيئة في الموت يعني كده كده لاتنين حاجة واحدة إبليس داخل بكل الشنطة بتاعته أنت مش محتاج تتسخ لو أنت وقعت أنت مش محتاج حد يوسخك أنت خلاص صرت متسخ لكن لا يختلف الوضع في ملكوت الله أنت بتصنع البر فتجعل زي اللي بينظف عن عمد فبيشيل حاجة عن عمد ففيه جزء إرادي يجب أن يحصل ما يختص بملكوت السماء أما ما يختص بإبليس فطبيع الشخص يدخل يتعك حتى تلاقي شخص أو ما يقع في الخطيئة تلاقي كل الشنطة انفجرت اللي إبليس مجهزها الإلامة والحزن والخوف والرهبة من الحياة والعقد والأفكار الشريرة كله على بعض فحينما تجي تتعامل مع روح القدس تتعامل بصورة منظمة وده بداية بعض الناس لأنهم متواكلين وصلوا الحتة فيها مش عارفين يصنعوا معجزاتهم مش عارفين يصنعوا حياتهم اللي يصنعوا البر في حياتهم فالكتاب يوضح هنا أن تملك النعمة عن طريق البرج مما تؤدي إلى حياة والحياة دية لا يمكن أن تفنى كلمة أبدية ليس معناها الحياة التي سنقضيها في الأبدية لا، هي الحياة التي تتصف أنها غير قابلة للفناء لو نيجي نبصرها كأصل يوناني الحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا صح 6 عدد واحد فماذا نقول؟ هل هناك ناس ستأخذ الفرصة نبقى في الخطيئة لكي تكثر النعمة؟ بعض الناس ممكن يقولوا حسناً لما النعمة تظهر بالخطيئة حصلت في العهد القديمة تيجي نعملها في العهد الجديد هتقول لي في حد ممكن يفكر كده كثير الأيام دية وعلى مر الأجيال التي سمعت التعليم عن النعمة غلط بدأت تأخذ المنحك دوا ولكن ليس بالصورة المباشرة لكي لا يقولوا أنت غلط فأقول لك بص، ليس كده رايح السماء بالنعمة لدليل أن تعليم النعمة محتاج يتفهم صح ليس أنا كده كده رايح السماء بالنعمة خلص، أعمل ما أريده مما نزع المسؤولية من الإنسان هتقول لي، ولكن الشخص أنا ليس بقول أنا هاعد في الخطيئ هو قال أنا ليس هشد حالي، أنا ليس هتعامل بالبر لا لا، هو ما كانش يقز ليس متعمد يعمل دوعاً عنده تعامل مع النعمة كأن الشيء مجاني نتيجة شرح النعمة غلط فبوليس يقول لا، إزاي؟ إذا كنت تتعامل مع النعمة إنها فرصة للجسد فأنت في خطر لأن البر هو لا يخلي النعمة تسود تاني، البر هو السلوك بصورة صح دعنا أبسط البر بصورة سريعة البر هو عبارة عن أنك أنت صرت بريء كان فيه خطأ، كان فيه جريم أو كان فيه تهمة وتهم على حياتك، رب يسوع جه شارد خطيئة عنك فبالتالي أنت صرت بريء نمثلها بإين؟ ومثلها بإنسان عايش في زنزانة وكانت المحكمة بتقضي عليه مثلاً بالإعدام إلى أن جه حد دخل مكانه في زنزانة وطلع الرجل دوا هذا الرجل دوا طلع بره، خلاص بريء، في حد ثاني أخذ الزند عنه هذا لا يكفي، الطبيعة بتاعته لم تتغير حصل جزء ثاني من الخلاص، الجزء الأول اسمه فداء، فدية، فدية، أخذ مكان الشخص الخلاص ليس هو الفداء، الفداء جزء من الخلاص الخلاص هو كمالة الفداء، الفداء زائد الميلاد الجديد الخلاص هو عبارة عن الفداء زائد الميلاد الجديد الميلاد الجديد هو أن الشخص الذي طلع من هذا الزنزانة تم تغيير طبيعته، أعيد خلقه من ثاني لكي يصنع البر، لأنه كان يصنع الخطيئ فعند حتة معينة، البر هو حالة الخلاص وخروج الشخص من مملكة الظلمة وإعادة خلقه إلى خريقة جديدة، لكن ليس هنا فقط، هذا هو بدأ يصنع البر ويطلع الصح ففيه وجه آخر للبر هو أن الشخص يطلع الصح، يفكر صح، يتكلم صح ودوه خارج من الطبيعة بتاعته دلوقتي، ليس بيحاول يعيش من برة اعمل، اعمل، حاضر، هعمل، لا، بتلقائية خارجة منه، لكن يتغذى كويس مثل الطفل، الطفل ليس بحاجة أعمل حاجة معينة لكي يبقى إنساناً هو بس محتاج يأكل، هو محتاج ينمو في أكل صحي سليم، هيتطلع أسنان، هيتعلم يمشي ويتكلم الطبيعة دي بواه، هو ليس بيكتسبها من حد النموس هو عبارة عن تخيل معي كأنه حيوان، بنحاول نخليه إنسان نقعد ندرب فيه، ندرب فيه، نقف على رجليك الورانية، وهو متعاود يمشي على الأربعة، سيعرف أن يعملها قليلا، لكن لا يعرف أن يكمل لكن بالنسبة للإنسان الجديد هو طبيعة بتاعته يعرف أن يمشي على رجليه الاثنين، وممشيش على أقديه ورجليه، حصل تغيير في الطبيعة عشان كده الرب لا يقيسك بالسلوك، يقيسك بالطبيعة، أنت عبارة عن إيه؟ الخليقة الجديدة لجواك، عندما يأتي نتعامل مع أحد أبشع ما يمكن عمل أبشع شيء، نقول له هل تولدت من الله؟ لو تولد من الله، يبقى إذن، نحن كده خلاص، هذا الشخص نعرف أن يجعله يخرج الصح، لأنه هو جواه، لكن لو أحد ليس موجود ملاد ثاني، لمشكلة أول شيء، قبل أن نتحدث عن المشكلة التي جاءها، هل تولدت من الله؟ لا، عشان الطبيعة لازم تتغيير، فمن هنا بوليس يتكلم عن البر، البر يتكلم أي معناها السلوك بطريقة صحيحة، أي فعل الصواب، ليس كلمة بر معناها فعل الصواب، فعل الصح، أنك تتصرف صح في شغلك، هذا بر، أنك تتصرف صح في أسرتك، هذا بر، وهكذا الحاشة، نحن الذين مطنعوا للخطيئة، كيف نعيش بعد فيها، وهذه مشكلة عند كتير من الناس، أنه هل فعل الإنسان العطيق مات أم لا؟ نعم، مات، والإنسان الجديد، اللي هو أعيد خلقه، هو اللي بيخرج الصح، دلوقتي بس محتاج ينا، يقول الأم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمد لموته، فدفلنا معه بالمعوضية للموت، حتى كما أقيم المسيح من أموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضاً في الحياة الجديدة، لاحظ الكلمات أننا صلنا مرودين بلاد تاني، لأنه إن كنا قد صلنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيمته، لماذا ليس بصدقين دي؟ صدق دي كمان، على من هذا أن إنسان العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطير، كي لا نعود نستعبد أيضاً للخطيئة، هذا السر أن الإنسان الجديد تولد، هو هذا النعم نفسه، أنا الذي مات قد تبرق من الخطيئة أو تحرر منها، فإن كنا قد موتنا مع المسيح نؤمن أننا سنحي أيضاً معه، يعلمون أن المسيح بعدما أقيمه من الأموات لا يموت أيضاً، لا يسود عليه الموت بعض، لكس في كلام له، أنت صرت متحد به في موته وفي قيمته، الذي مات لا يمكن الموت أن يسود عليه لأنه قام نوع الخامة بتاعة الإنسان الجديد غير قابلة أن الموت يسود عليها، يعني ما يجي الموت يحاول أن يسود على الإنسان، الإكتئاب يحاول أن يسود على الإنسان، الحزن يحاول أن يسود على الإنسان، أفكار شريرة تحاول أن تسود على الإنسان، طباعة لا يعرف أن يبطلها، لا يعرف أن يسود عليها، الغيز المدايئة العصبية، الشهوة، كل شيء لا يعرف أن يسود عليها، لا، أفكار تسلسل الكلام الداخل منه في رومية الخمسة، يقول لسادة الخطيئة على الأرض، النموس لوحد وقف الخطيئة، وقف الموت، على الناس التي خضعت لي، لكن بعد ذلك، رب يسوع، عاد خلق الإنسان، في الوقت الموضوع السوبر، أعلى بكثير، موضوع يختلف، فنقول أننا مختلفين، لأن الموت الذي ماتها، قد ماتها للخطيئة مرة واحدة، والحياة التي يحياها، فيحياها لله، كذلك أنتم أيضاً، احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطيئة، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوعيب، إذن ما يسري على الأحياء، لا يسود الموت عليهم، لا يسود الموت عليهم، إذن لا تملوكنا الخطيئة في جسدكم المائة، أو قابل الموت، من أكيد أن الناس يعيشها، التي تتكلمت قبل الموت، لكي تطعوها في شهواتها، إذن يحكي عن نقطة التي كنت تتكلم عنها حينًا، لم يعد لي الأفكار والأهواء سيادة عليها، يمكن أن تأتي على ذهن، لكن ما معنى أنني سأتسود عليها؟ هناك الناس يقول لك، أنا تخرقت، أنا تعبت، إذن بدأ يجعل هذا الشيء يسود عليه، أنا لا أعرف لماذا ينسى الآن، أنا لا أعرف لماذا لا أفتكر شيئاً آخر، أنا لا أعرف لماذا أحاسس بكذا، طالما الشخص لم يقاوم، الحاجة ستسود عليه، مع أنه كان المفترض أن هذه الحاجة هو يسود عليها، إذن تملكنا الخطيئة في جسدكم، ألقاب الموت التي تطعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضائكم ألات إثم للخطيئة، بل تقدموا دواتكم لله كأحياء من أموات، أعضائكم ألات بر لله، فإن الخطيئة لن تسودكم للموت والخطيئة، لأنكم لستم تحت النموذ، بل تحت النعمة، يعني إيه؟ لأنكم لستم تبع النظام الجديء القديم، لستم تبع النظام القديم، وأخرج المجد، ولكن أعرف هذه الحاجة التي تبعني، فكأنهم يقولون لهم لأنكم لستم تحت النظام القديم، بل تحت النظام الجديد، فماذا إذن؟ أنخطل أننا لستم تحت النموذ، بل تحت النعمة؟ حيشة، لستم تعلمون الذين تقدمون دواتكم له عبيداً للطاعة، أنتم عبيد الذين تطعوه، أما الخطيئة للموت أو الطاعة للبر، معنى كده الإنسان ممكن يستعبد نفسه تاني للخطيئة بعد ما خرج منها، فهيقول خلوا بالكم، لألا ترجع تاني، تستعبد نفسك تاني، هل تقول لي طيب، أنا لخبطت الدنيا بعد ما تولدت بنت جديد، هل أنا صرت ببوز الطبيعة اللي هي الجوية؟ أقول لك لا، لو أنت كملت تكبر روحك، هتعرف تسيطر على أي شيء يسيطر كان عليك في الفترة اللي فيها، أعطت لخبط، وانت مرضي للتاني، الطبيعة اللي هي مش بتفسد، الداخلية تجدد يومًا في يوم، لكن، لو حاولت تكسرها، وتجعرها تفسد، انت كده بتمشي عكس الطبيعة اللي هي دي، اسمها ارتداد للهلاك، والشخص فعلا بيفقد الطبيعة اللي جواه، ولا يمكن تجديده مرة أخرى، زي ما شرحتها بالجلد، لذلك، يوجد ناس تستبيح الخطيئة تحت مسمى النعمة بصورة غلطة، لكن بوليس يشرح الأمر يختلف، نرجع تاني نفتكر، النعمة هي اللمسة الإلهية، كلمة دي استخدمت أيام الرومان في الوقت دوة، هي اللمسة الإلهية، القالحة بتاعتهم يعني، القالحة، اللمسة اللي بتجعل الإنسان يقدر يعمل حاجات مكانش قادر يعملها، ويتوقف عن فعل حاجات مكانش قادر يوقف يعملها، معنى كده، وهما بيسمعوا كلمة نعمة، هما فهمون أن يوجد اللمسة إلهية، تدخل إلهي لدى البشر، رومية الثمانية بيقول مكانة عدد ثلاثة، مكانة أن موسى عاجزاً عنه في مكانة ضعيفاً بالجسد، فالله يدارسل ابنه في شبه جسد الخطيئة، أو الجسد الذي استعمل الخطيئة، وليس الجسد معناه يطلع خطيئة، وأجل الخطيئة دانى خطيئة في الجسد، لكي يتم حكم النموذ فينا، نحن السلكي ليس حسب الجسد، بل حسب الروح، فإن الذين هم حسب الجسد، الذين يثبتون أذهانهم، اليوفكروا حسب الجسد، ولقد أُجبها اليونانيا على طول them حسب الجسد، Waymbar الجسد يحتمون، يضبطوا أذهانهم، ولكن الذين يحدثون الروح، ففما للروح، يثبت زهنه للأمور الروحية، بيثبت من الأمور الإلهية، يظبط ذهنه حسب الكلمة لأن ظبط ذهن الجسد هو موت يعني بعدما الشخص خرج من الموت وسلطان الموت على حياته ممكن يظبط ذهنه في أمور تبتدي تطفئ حياته بعدما كان مشتعل يبتدي الموت يتصرر في زاولة من زوايا حياته قد يكون الفرح قد يكون الانتقاد بدأ يدخل في حياته قد يكون أنه بدأ يتعثر بسهولة قد يبدأ يحكم على الناس بسهولة بدأ يحلل الأمور بدأ يرى الأمور وبعدما كان ماشي منطلق مع الروح القدس بدأ ينطفئ بدأ ينطفئ لذلك سبب جاء في رمية 12 آلة خلي بالك الرسالة ماشي على بعض فبيقول أوعى أوعى تنتفئ كونوا حرين في الروح حافظ على اشتعالها معنى كده دي فيه مسؤولية على الإنسان النعمة أعطيت لكن الإنسان عليه أن هو يحافظ على اشتعالها ويحافظ على بريقهم فبيقول أي شيء أنت تثبت ذهنك فيه حسب الحواس الخامسة الجسد ده موت الموت ليس لازم شخص يموت بل هي عبارة عن موت الأفكار موت الرغبات موت التموحات يبدأ يحصل موت يتسرب في ذهن الشخص ولكن ضبط ذهن الروح هي حياة وسلام إذا نقدر نقول المنتج هو حياة وسلام أي شيء ما فيهوش المنتج ده هو إبليسي لأن اهتمام الجسد ضبط ذهن الجسد الأصل بتاعها جاي كده ضبط ذهن الجسد أو حسب الحواس الخامسة هي عداول الله إذ ليس هو خاضع للموسى الله إنه أيضا لا يستطيع الذين هون في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح تاني بيقول جمل غريبة أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح يعني إيه؟ معنى كده معنى كده أنا لم أعد في الجسد هل معنى كده أن أنا جسمي دوة مش حقيق لا عايز يقول لم يعود الجسد أن يسيطر عليك يعني إيه بيقولك لم نحن مش في الجسد يتكلم هو من ضمن يتكلم أهل الرومية من ضمن حلسنا في الجسد في بداية البديدة أدرس الحاجات دي من السنين قعدت أقول يا ترى بوليس بيبالغ أو بيقول حاجات غريبة مش طبعية أو حاجات دي ترمز إلى وأحاول أخفف من الآية إلا أنا اكتشفت أن بوليس نفسه يعيش هذا الكلام ويتعرف أن لا دي حياة علية رب دعانا لها بس مش كل ناس فهماها مش كل ناس قادرت استوعبها لأنها مقتنعتش بيها كلنا ترعين بلوقت أن احنا بشر وضعف مما جعلنا نشمر الخطيئة ونستعد لها وتحديداً كمان تعليم عن أن جوانا إنسان عطيق فجعلنا نتوقع يقولك بس إحسن نطلع على العطيق فيبتدي الشخص يعتقد أن عنده طبيعتين طول الوقت بيناكفوا مع بعض وبيدايقوا بعض إلى أن يضطر الشخص يعمل لأنه هو حاجات ما نفسه يعملها لكن اكتبه واضح جداً يقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح وإن كان المسيح فيكم فالجسد الميت بسبب الخطيئة أما الروح فحياة بسبب البرج أو يعطي حياة بسبب إذن أيها الأخوة نحن لسنا ملزمين أن نسير حسب الجسد نحن مش ملتزمين أو مش مديونين نحن مش تحت التزام نحن نمشي حسب أجسادنا لأول مرة بشر يعيشوا غير خضعين للمشاعر بتاعتهم غير خضعين للحواس الخمسة بتاعتهم لأول مرة إنسان يبدأ يقول لأنا حاسس به أقدر أسيطر عليه طول الوقت الإنسان يقول لك أنا اللي حاسس به هو أنا طبعاً دوى سببورتد ومساعد بأفكار كثيرة دخلت الكليسة من تعليم جعلت الناس تقتنع بدوى يقول لك خلاص مشاعرك هي أنت أنت هو مشاعرك وانت مشاعرك هي أنت ورب ادهالك عشان خلاص أنت كده اللي انت حاسس به هو أنت وما تقربش لأحد فلان دلوقتي متدايل في حين الكتاب يوضح إحنا بيقول إحنا غير ملتزمين غير خاضعين الجسد لم يعد له سطوة والسيادة علينا إذن إحنا مش بس الخطيئة والموت لا لا ده الجسد بتاعنا لم يعد له السيادة ويستخدم طبعاً لفظ الساركس أي معناها الطبيعة البشرية لأن لو حصل كده هتعيش حسب الجسد فيقول إحنا لم يعد هناك خدوة لم يعد هناك السيادة لأنه إن عيشتم حسب الجسد ستموتون لكن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون وهنا بيقول أنك تقدر تعملها أنت ويستخدم كلمة أعمال من ضمن معانيها هي الصفقات الغير الشرعية التي تحصل في العالم يعني العدوة تقدر تقتلها بقوة روحية اللي جواك معناه كده أنه يوجد سيطرة دلوقتي من الإنسان على جسمه لسه بني بوليس بتكلم بسهولة خالص في 112 عدد واحد فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم زبيحة حية مقدسة 112 عدد واحد بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم الروحية التي تتم عن طريق التفكير العمدي بيستخدم لفظ أطلب أي معناها الكلمة تختلف عن تسميك الثانية اثنين عدد واحد بيقول ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء نسألكم في اليوناني تختلف عن أطلب أطلب هنا بيستخدم عن لغة الجيش استعدوا تقدروا تسيطروا على أكسادكم تقدروا تغيروا أكسادكم بيستخدم لفظ باركاليو لكن هناك بيقول إراتاو معناها نسألكم أيها الإخوة معناها إحنا عايزينكم تنتابعوا لأنها نقول دلوقتي ربي سوع ربي يجي نسألكم غير نطلب إليكم في اليوناني بتختلف هنا بيتكلم بصورة فيها تجيش معناها تقدر تسيطر على جسمك إيه وراء كل دوا نعمة رب يسوع التي أعطيت لنا إن إحنا نصير خليقة جديدة نقدر نسيطر على أكسادنا نقدر نتعامل مع الحاجات اللي البشر عاجز فيها حالات كتيرة أولا بدأت تفهم الكلمة دي بدأ يسيطر على إدمان المخدرات إدمان الجنس إدمان الأفكار الشريرة نحية الناس في ناس تحب تقعد تفكر بشرة نحية الناس أو التحليل السلبي والتخمينات السلبية على أمراض في حاجة في قوة خارجة نتيجة أن عامل روحة في قدس ليمكن إبطاله نتيجة النعمة دي دعونا ندخل تاني لزاوية تانية من النعمة النعمة زاوية كتير محتاجين نفهمها نفتكر معايا النعمة الله هي متنوعة الأوجه هي متنوعة الأضلاء دعونا أدخل معك أكثر في حتة ممكن تكون أفتح معايا كرونسوس الثانية واحد بوريس بيحكي عن المشاكل اللي حصرت معاهم بوريس هنا بيحفز جدا حسب بعض المراجع حسب المخطوطات اللي لقوها أنه في أربع رسائل لكرونسوس لكن مش مؤكدة لدى يعني الناس اللي هم مسؤولين عن وضع الوحي بين إيدينا لكن ما تجي تبص على الرسائل بتاعت بوريس كلها تحتوي على يا إما نصايح الكنيسة يا إما أموش خاصة بالتعامل مع الآخرين يا إما تعليم خاص بحياتهم الروحية يا إما تحذيرات يا إما دفاع عن نفسه وده ويختص بيه فكرونس التانية اللي هي مفروض تبقى الرابعة حسب بعض المراجع لكن ده حسب ما وجدوه في ودي الكحف أو الكهوف اللي لقوا فيها مخطوطات كتيرة جدا وموجودة على الإنترنت حاجات اللي هي فيها كان بيضاد الهرتقات في الوقت دو يعني مش دين نقطتنا قدمة إيه اللي عايز يقوله الأهل كرونسوس عشان نعرف إيه الجوة بتاعة الكنيسة دية إيه اللي خبطت بتاعة الكنيسة دية إيه مشاكلهم أكتر حاجة بوريس بدأت تكلم عليها في كرونسوس التانية هي مشاكل تحتوي على عدم فهم نعمة الراحة القدس فمن هنا نقدر نوصل بتعليم ونفهم النعمة لها زاوية تانية مش ملتفت إليها في روميا اكتشفنا إن النعمة هي إن الإنسان يقدر يسيطر على الطبيعة البشرية يقدر يكون يقدر يكون عايش الصورة اللي هي الصح كرونسوس بدأ يدخل أكتر في حتة فيها محكات وأوجه تانية جديدة فبدأ يقول أنتوا فتكرتوني إن أنا بقول لكم أنا جاي وأنا قلت إن أنا جاي وما جيتش هل معنى كده إن أنا شخص خبيث بتكلم بكلام يعني معنيين لا 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 ده أنا متدرب تحت النعمة الراحة القدس إن أنا ما كنش بهذه الصفات السيئة دي النعمة ظهرت في كلام بوريس المرادي إنها طريقة حكمة وطريقة تفكير وطريقة نعمة هي عبار عن النعمة اللي هي فهنا بيقول لهم دفاعاً عن النقطة دي بيقول لهم إحنا عدينا في حاجة صعبة وقاياسنا الحياة حتى الموت بقي عدد عشر الذي نجينا من موت مثل هذا وهو ينجي والذي لنا رجاء فيها أنه سينجي أيضاً فيما بعض وأنتم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كاثرين على موهبة لنا بواسطة كاثرين يعني إيه كلام له هجب هلك إزاي عشان ممكن تكون مش واضح إنتوا ساعدتونا نعدي من المرحلة اللي إحنا كنا بيكلم الناس اللي لسه في الكنيسة ما انقلبتش عليه في الصح عشرة بيقول لهم مستعدون أن انتقم على كل عصيان في الآخرين متى كاملت عددكم إنتوا اللي بتسمعوا الرسالة إذن في ناس بدأت تتغير تجاه بوريس يسمعوا الرسالة من بوريس بيحتروا الكنيسة لكن عند حتى معنا مش عايزين يسمعوا البوريس تاني فيتيجوا تتقرر الرسالة يطلعوا من الكنيسة في الوقت دواء يمسيقوا المبايل برا أو جوه القاعة يمسيقوا المبايل يعني فيطلعوا حاجات تانية يتفرجوا على حاجات تانية إلى أن تعبر هذه المرحلة بتاعت الرسالة اللي هي بقيت صعبة أنهم يقروها فجي في كرونسوس هنا بيقول لهم بيكلم الناس المنتبهة لرسالة دي وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة ساعدتونا دواء مش كل الكنيسة دواء الناس لسا بتحب بوريس لأجلنا دواء أدى بالشكر لأجلنا من أشخاص كثيرين لأننا خرجنا من الموت دواء فقدنا نخدم ناس تانية فأنتجنا حاجات في حياتهم فقعدوا يشكروا رب نتيجة الإنتاج اللي عمالنا في حياتهم الآية تلفها شوية صح؟ أوكي على ما وهب لنا بيستخدم نفس وهب على ما وهب لنا بواسطة الكثيرين اللي صلوا من أجلنا بواسطة الكثيرين اللي في الآخر مرتبطة باللي صلوا وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا فوهب لنا أن نخرج من الموت دواء وناس اللي كانت بتصلي دواء كتير إذن بواسطة الكثيرين الصلاة ما وهب لاحظ اللفظ دواء إنه في نعمة إن إحنا خرجنا من الموت دواء بس خروجنا دواء من الموت دواء إدلنا نكمل خدمة ولا نعاقف الخدمة مع إن عادينا فوقتي مش سهل دواء أدى بالشكر كثير من ناس كثيرة لأن إحنا أثمرنا في الخدمة وكملنا في الخدمة الشكر الأولى هي الناس اللي هي شافت نتائج بولوس إنه خرج من الموت اللي كان أكيد لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرة أننا في بساطة أو في وحدانية في وحدانية ولا سيما من نحوكم فبدأ يقول في حكمة جسدية وكنت أتوقع في حكمة إلهية تصرفنا قال لا في نعمة الله هذه النعمة دي دربت بولوس أنه لا يكون يعني معنين في كلامه كلامه مباشر عارفين الأسئلة؟ الناس تسأل الأسئلة أوقات كما كانوا يسألون ربي يسوع كانوا يريدون أن يجربوه لا يعني السؤال نفسه يعني شيء ورا السؤال بولوس قال أنا النعمة دربتني لا يكون خبيث النعمة اشتغلت عليها لكي لا يكون بحكمة البشرية لكي أتصرف صحة في العالم ولا سيما من حكم فأنا لا نكتب إليكم ما هي النعمة بتاعتك دي أو ما هي الحكمة التي هي نعمة فأنا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو ما تعرفون وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمون أيضا بعض المعرفة أننا فخركم كما أنكم أيضا فخرون في يوم ربي يسوع هناك ناس تضايق قوي أن هناك خدام تكرم وتقدر بولوس يقول سيأتي الوقت ونفتخر بكم أسد كرسي المسيح وأنتم هتفتخروا بينا أسد كرسي المسيح بهذه الثقة كنت أشاء آتي بنفس الطريقة بتاعت التفكير دي ببساطة أنا ما أعنيش غير معنى واحد من كلامي بهذه الثقة وبهذا اليقنية أننا سنستمر طول الوقت لا نريد أن نخزأ أمام كرسي المسيح ونعمل أخطاء على الأرض تبوز بمكافأة بتاعتنا أسد كرسي المسيح أنا قلت أجيلكم وعشان عايزة أجيلكم وأنا رايح وأنا راجع في الطريق دي قصة تانية عشان هو كان مسافر وقال أنا أعد عليكم الأول وأرجع تاني وأنا راجع عشان يبقالكم نعمة تانية يعني ضب النعمة بمعنى تواجدي في المكان هنعطيكم نعمة وهسافر وأرجع تانية أعد عليكم لكن حصل إن أنا ما قدرت شاجي معنى كده النعمة هنا تشمل اللعبة في الشخصية اللعبة في التفكير أنا مش بأعني معنيين بالكلام أنا أعني ببساطة نفس اللي أنا أعني معنى واحد فقط دخل معي لو روح أقول ستشتغل في حياتك نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي او اس لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك، الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر